قال رئيس الفلسطيني محمود عباس إن منظمة التحرير الفلسطينية حفظت على القرار الوطني الفلسطيني المستقل وحمد المشروع الوطني من الضياع مؤكداً أن تأسيس المنظمة وتمثيلها للشعب الفلسطيني من أهم إنجازات السياسة الفلسطينية وفي كلمة له بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لتأسيس منظمة التحرير أشار عباس إلى أن إنشاء المنظمة جاء لإفشال مخططات الحركة الصهيونية العالمية والاحتلال الإسرائيلي الذي سعى إلى تنصي هوية الشعب الفلسطيني حيث أصبحت البيت السياسي والمعنوي والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ونالت اعتراف العالم أجمع اشتركوا في القناة